ده الخامسة اللي بيعملها الرجل وإيه دي خاصة بالرجل يعمل إيه؟ خمس حاجات لازم يعملها المرأة أول حاجة الاكتفاء اوعى يحس المرأة أنه هو بيقارنها بحد تاني دي كارسة أو أنه هو مش مكتفي بيها مش مكتفي بيها يعني إيه؟ ده بيقارنها حتى لو كان اللي بتقارنها بيها أمها أمك إنت حتى لو كان اللي بتقارنها بيها أختها أو أممتها لازم تكتفي بيها تكتفي بيها يعني إيه؟ ما تحسسهاش أن أنت ممكن تتكلم عن حد تاني وهي موجودة طب إيه الغرور ده؟ لا أنت بتراعي خطرها بتخليها تحس بأنك أنت هي مالية عنيك وساعة ما تحس أن أنت مالية عنيك يا على السعادة اللي هي تكون فيها زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قالها بيقولها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أتطلقك حتى ده أنت حاجة تانية غيره مزرعي أنت حاجة تانية مش ممكن أبدا أفكر بأن أنا أطلقك هيتحس أنه مكتفي بيها إيه تاني كمان من الحاجات المهمة في الخمسة اللي بيتفرد بيها الرجل عن المرأة كمان لازم يبقى طويل البال معاه طويل البال طويل البال يعني إيه؟ يطول باله ويتجاوز ويسمعها كتير لأن المرأة مش رغاية المرأة بتبحث عن الأمان في كورتر الكلام فيطور الباله عليها وكل ما طول الباله عليها كل ما هي تحس أن هي بتحبه كل ما تحس أن هي ما تعرفش تعيش من غيره لأن ده ده القلب الحنين اللي ممكن تتكلم معاه وكمان يقدر يسمعها يبقى الاكتفاء وطول البال الحاجة الثالثة هي إيه؟ سرعة الترضية إيه وها تسيبها تغضب وتفضل قعدة غضبانة كده لأن هي ساعة ما تغضب على فكرة وإنت مش هتروح ترضيها هي هتعملك الوحش هتتحول إنت إلى الوحش لأن إنت إزاي جالك قلب تسيبني زعلانة وإزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسارع في ترضية السيدة عائشة يبقى إذن كمان لازم الرجالة هيكونوا سريعين الترضية أنا بتكلم عن الرجل اللي عايز يملك قلب زوجته اللي عايز يحس أن دي محراب عبادة بيعبد ربنا فيه طيب الحاجة الرابعة الحاجة الرابعة في الحاجات اللي بيتفرد بيها الرجل عن المرأة عدم التهديد بالله عليكم بلاش حكاية لفظ أنت علي الطلق دي خالص ولا تكون يطلق ألفاظ التهديد كلها ممنوع ولو عملت كده يبقى إنتي استحملي بقى لا يحصل لك بلاش تألفاظ التهديد طي خالص لأن زوجتك ما تحاولش تربيها لأن زوجتك جاي عشان تربي أولادك ما تحاولش تربيها لأن إنت لو عملت كده إنت بتفسد حياتك الزوجية الحاجة الأخيرة في العشر حاجات اللي هو بيكون الراجل بيقدمها لزوجته عشان يملك قلبها وأن فيهم خمسة مشتركين ما بين الرجل والمرأة وخمسة متفرد بهم الرجل عدم العقاب ما تعقبهاش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كسرت الصفحة ما عقبهاش وما جالهاش مرة تانية قال لها إنت عملت كده يبقى لازم تتعقب بكده ما حصلش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بعقب عشر حاجات لو عملهم الرجل هيملك قلب مراته إيه هم؟ أول حاجة أول حاجة في الاهتمام جودة الوقت جودة الوقت يعني إيه؟ جودة الوقت يعني يطمنها تاني حاجة وديه في الاهتمام الاحترام كلمات التحفيز أنت الفريدة المميزة اللي ما فيه زيك يضحك عليها؟ مش بيدحك عليها ده بيقول الكلام الحسن اللي يخلي قلبها معاه بعد كده التأدير التأدير حاجتين الأفعال ويحسسها أنه هو المنقذ والهدايا يحسسها أنه هو فاهمها وبيسعدها آخر حاجة التلامس يحسسها بالاحتواء الخمسة دولة بيشترك فيهم الرجال والستات الخمس حاجات اللي هم الاهتمام اللي هم جودة الوقت ويه كلمات التحفيز ويه الأفعال والهدايا وآخر حاجة التلامس الخمس حاجات بقى اللي بتميز بها الرجل عن المرأة أول حاجة إيه؟ أول حاجة ببساطة خالص الاكتفاء تاني حاجة تولي البال تالت حاجة سرعة الترضية رابع حاجة عدم التهديد خمس حاجة عدم العقاب دولة العشر ترجمة نانسي قنقر